كنتك بجريده كانت كويسة؟ جداً 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 وبنتكلم على طول كلامك انت عنه دايماً كويسة جداً والراجل بتكلمني في كل حاجة يا راجل كان جاي مصر كان هيجي أنا في فترة كنت هجيب اسموح هو دلوقتي في مصر قبل كمان لإسمالي كان كنت هجيب اسموحة والزمالك كلمه وهو كلمني كان هيجي الزمالك امتى؟ من سنتين بالزبط كلموه أيام كارترون ولا قبل؟ قبل كارترون كلموه وكلمني قال لي هو أنا هو بنتكلم على طول وأنا الراجل ده بحيبه وجده وأنا بسافر بكلمه كلهم لما سألك على الزمالك قلت له ايه؟ طوله أكيد نادي كبير طوله طبعاً طوله أنت وجدت الزمالك لأنه جارده كمان هو مدرب يحب يلعب على بطولة عنده المنافسة دي وراجل كويس جداً الظروف ما خدمته يعني جارده لو كان جال أهلي في يومين دول كان هيعمل النتاج أحسن من كده كمان يعني أنا أقولك جارده مدرب جريء ومدرب كويس جداً وراجل عنده وجهة نظر وده قليل خلي بالك يعني مدرب أي حد ممكن يدرب ممكن تمشي معك ماتش ماتش بس تمشي طول السيزن معك تمشي كويس مظبوط جارده راجل عنده وجهة نظر يعني الراجل كوتش مش عارف كل ماتش ليه جيم بلان هنزل سيناريو خسران متعادل عنده سيناريو وكل حاجة مش ماشى بالحظ عشان كان الأجانب أنا بشوف والناس بتزعل مني الأجانب بيفهموا مش بيفهموا عشان برضو ناس ما يبدايقش بيشتغلوا على نفسهم وبتطوروا أسرع مننا كمصريين من مدربين المصريين يعني دهارت برضو مع الكابتن فتح مبروك حضرته في الأهلي كابتن فتح مسك فترة هو الراجل محترم جداً مسك فترة بين وكسبنا فيها لما مؤمن زكريا كسبنا الزمالك لما زمالك خد الدوري الماتش ده لزمالك كان محتاج بس يتعادل يحض الدوري خلاص كسبنا الزمالك 2-0 كان كابتن فتح هو اللي مسكنا الماتش ده بتهايلي لعيبت مع كابتن فتح مبروك فين ثلاثة علاقتك بمؤمن زكريا مؤمن يعني كنا بنقعد كمان في قضاء واحدة أنا ومؤمن لما كنا في الأهلي مؤمن طول عمري بحبه وكمان احنا كنا في مدرسة الكورة في الأهلي مع بعض أيوة مفي أمتي كنتوا مع بعض؟ لا ما حضرتوش في الأهلي كان أنا أكبر من مؤمن بسنة مؤمن حضرتو في النادي الأهلي مؤمن لعيب كبير وشخصية جميلة جدا فربنا يشفي يا رب يعني إن شاء الله يعني يبقى يرجع تاني وإن شاء الله يرجع يكسر الدنيا ويرجع لعكورة حاولت تتكلمه؟ كلمت طبعا متكلم من هو طبعا حا بتتكلمه؟ مش في تليفون على دي أم دائما على إنستجرام حاجة لكن تليفونات مؤمن قليل ممكن يبعط لي voice notes لكن قليل في الكلام ان تتكلموا وتليفون ما بيكلمش كتير مفهوم الأهلي دلوقتي انت قلت لو الأهلي دلوقتي كان جريد وعمل شغل كويس الأهلي دلوقتي مالوا إيه الفرق بين الأهلي دلوقتي والأهلي بتاعكم؟ الأهلي دلوقتي فيه استقرار أكتر من بتاعنا احنا جاي من فترة لما تبقى جاي والأهلي ميخدش دوري فأنت عليه ضغط زي كولر برضو عليه ضغط بس أنا عجبني الرجل ده في أول ما جاء النادي الأهلي وعجبني تعامل الإدارة مع ملف الصفقات خسران دوري إنزا مالك واخد دوري وجاب كمية اللعيبة دي بس برضو عشان قلنا لإنزا مالك كان محروم اتنين ويندو قفلوا عليه تقريبا ففتح فجاب الأهلي الراجل معملش أي حاجة عشوية جاب لعيبة قال الأول اتفرج على لعيبة فكرة متولدي فكرة عبقرية راجل اتنين صليبي راجل مصاب طب يعني بالنسبة له المدرب لعيب ميت وبالنسبة للأهلي لغة الكورة كده بتتقال دايما كده بالنسبة للأهلي عايز وبين المدرب الكبير محتاج الاتنين السنتر باكس الاتنين يلعبوا لازم يطلعوا بالكرة من تحت ده الفريق الكبير اللي عايز يلعب وياخد بطولة بدور دايما الأربعة اللي ورا بيأمن نفسه كلام ده كله فالرجل ده عجبني جدا وأنا مقتنع من أول يوم شفت الراجل ده والرجل ده برضو مدرب أنا شايفه مدرب كبير بصراحة ماتش السوبر عجبني جدا ماتش السوبر مع الزمالك تعامله مع الماتش تغييراته فكره وبين هو كوتش برضو يعني رجل كل ما تكلم على جريده كان ممكن ينجح لأن دلوقتي الظروف أحسن ينجح مع الإسماعيلي ولا الوضع في الإسماعيلي يعني مش أقول شبه الوضع في الأهلي لما أنت كنت بتلعب لأنه مهما كان الأهلي وقتها عمل إزاي فالإسماعيلي وضعه لا شبيهة له ينجح في الوضع الحالي للإسماعيلي صعوبة بصراحة يعني عايزة صعوبة يعني نادي الإسماعيلي مش محتاج مدرب يعني نادي إسماعيلي موضوع أكبر بالمدرب نادي إسماعيلي الظروف المادية صعر هات في إسماعيلي شوية provided 6 ex opening أبلي ما روحه السعودية مضبوط الظروف المادية في نادي إسماعيلي هو خلص نادي إسماعيلي بيفكر إنه دايما عايز يطلع 2-3 لعيبها يبايعهم عشان يصرف على النادي فمشكلة الإسماعيلي مش مدرب مشكلة إسماعيلي التفكير نفسه لازم يعني إسماعيلي يصرف لازم يجيب لعيبة وبتنافس لازم يغير الفكر اللي عنده دلوقتي إجاب يعني فيه عمر صفقات مش وحشة كويسة بس أنا شايف إن جريده محطوط عليه ضغط برضو عليه إسماعيلي هو للأسف الرجل اللي مناسب بس مش في الوقت المناسب يعني فما عرفش يعني يا رب ينجح بس الموضوع صعب الموضوع صعب إيه أهم ذكريات تفتكرها لما تيتكلم على تجربة الأهلي بس أنا مبسوط لإن أنا في الآخر وأنا عيل أنا بلعف نادي الأهلي وكنت رجل أهلاوي باكياه مشوني أهم ذكريات بالنسبة لي إن رجعت تاني اللي مشوني دي كنت نعلاق ما يهوب صح أنا مفوت فتر كنت نعلاق ما يهوب كنت لأ أحمد حسن ميكل مش هنا في نفس اليوم يعني قلت إن كنت تستاهل تمشي ما كنتش مؤثر لا لا في الجيل بتاعي كان كل الجيل كنا خمس لعيبة في المكان ده اللي أربعة حسن مني مين هم كانوا؟ مش عارفة تفتكرهم عبدالله فاروق طبعاً وبوبو كان في اتحاد الشرطة بعدها مظبوط وبوبو وبوبو وشريف فتحي أيوة وجنة محمد سمير في الآخر أيوة اللي في المقاولين اللي في المقاولين أيه يعني الفترة دي هو دواتي بزد طبعاً بس هو اللي كان في المقاولين آه الفترة دي أنا ما كنتش كويس والراجل عنده حق يكابت على ما يهوب جداً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر